أفشلت قوات الجيش والأمن محاولة عناصر مسلحة تابعة للإمارات السيطرة على ميناء أرخبيل السقطرة في الساعة الثانية ظهيرة ثلاثاء الثامن عشر من يونيو هاجمت عناصر وصفتها السلطة المحلية بالتخريبية ميناء سقطرة لكن قوات خفر السواحل المكلفة بتامين الميناء اشتبكت مع تلك العناصر المسلحة وفق بيان سلطة المحلية فإن التعزيزات العسكرية من الجيش والأمن أجبرت تلك العناصر التابعة للحزام الأمني على الفرار يأتي هجوم الحزام الأمني على الميناء بعد يوم واحد من اعتدائه على موكب وزير الثروة السماكية فهد كفاين ومحافظ جزيرة سقطرة رمز محروس في مديرية قلنسيا وتزامنت هذه الأحداث مع زيارة رسمية لرئيس الوزراء معين عبد الملك إلى أبو ظبي سلسلة الأحداث الأخيرة في الجزيرة تشير إلى أن اندلاعها يأتي على خلفية منع محافظ سقطرة إن شاء أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة ورفضه السماح لباخرة إماراتية مطلع الشهر الجاري من إنزال حمولتها التي يرجح أن تكون أسلحة إماراتية في مايو الماضي اتهمت مصادر حكومية سفينة تابعة للبحرية الإماراتية بإنزال أكثر من مائة مسلح انفصاليا إلى سقطرة تم تدريبهم في معسكرات تابعة الإمارات بعدا أوزعتهم في أكثر من منطقة وكانت الحكومة قد رفعت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن بتصرفات الإمارات في مايو 2018 وفيما هو مؤكد فإن عجز الإمارات في فرض مخططاتها وفق مراقبين دفعها إلى تنفيذ سياسة خلط الأوراق في سقطرة ونشر الفوضى عبر حزامها الأمني ترجمة نانسي قنقر